السلام عليكم جامعة أسيوت هي جامعة حكومية مصرية يبتقى بمدينة أسيوت في صعيد مصر تأسست الجامعة عام 1957 كأول جامعة بالصعيد المصري وكان من المقرر خلال إنشاءة أنه يكون اسمها جامعة محمد علي الكبير وبعدها تغير اسم لجامعة أسيوت مشعار الجامعة هو لوحة فيها شمس تنشر أشاعتها لعشاك الأياد على اسم الجامعة وهو رمز للمعرفة والعطاء بيدرس بالجامعة حوالي 120 ألف طالب وفيها 24 كلية ومعهد أشهر رؤساء الجامعة ومؤسسيها هو سليمان حزين وزير الثقافة المصري السابق وبتضم الجامعة تسع مشافي جامعية كلها ياتب تقع بالحرم الجامعي ما عدا معهد الأورام اللي بيقع بخارجها وبتضم المشافي مراكز علاجية متنوعة بتقنيات حديثة يلي بيتدرب فيها طلاب كلية الطب وبنفس الوقت بتعالج آلاف المرضى من سكان مدينة أسيوت يومية وبتضم مستشفيات جامعة أسيوت واحدة من أكبر مراكز الجراحة الميكروسكوبية في مصر والعالم العربي وبتهتم الجامعة بمجال البحث والتطوير بشكل كبير وبتحوي حوالي 72 مركز بحثي أهمهم هنين مركز البحوث البيئية مركز البحوث الطبية عندنا مركز البحوث الزراعية مركز البحوث الاجتماعية وأخيرا مركز البحوث التربوية وتخرج من الجامعة العديد من الشخصيات الهامة مثل إبراهيم سماك رئيس المجلس الأوروبي للطاقة المتجددة لفترتين على التوالي الدكتور طارق جمال رئيس قسم الجراحة الميكروسكوبية بجامعة أسيود والدكتور عبد الباصد السيد رئيس قسم الفيزياء الحروية بالمركز القومي للبحوث في مصر اطورت الجامعة بالفترة الأخيرة وارتفعت ترتيبها العالمي ليصل إلى 820 إلى 840 على جامعات العالم بحسب ترتيب موقع QS العالمي أما ترتيبها الأفريقي بحسب الموقع فهو 11 على الجامعات بقارة أفريقيا وترتيبها المحلي هو 8 أو 9 على الجامعات المصرية وتضم الجامعة عدد كبير بالكليات المهمة أشهر عندنا بالمرتبة الأولى هي الكليات الطبية ومدينة أسوت مشهورة بوجود مشافي متطورة بإسعار مناسبة بالإضافة لعدد من الكليات مثل كلية الهندسة كلية التربية كلية الآداء عندنا كلية الحقوق وكلية العلو عدد سنوات دراسة الطب البشري بالجامعة هي 5 سنين زائد سنتين امتياز أما دراسة الصيدلة فتتكون من 5 سنين وسنة امتياز وكلية الهندسة بتتكون من 5 سنوات وباقي الكليات بتتكون من 4 سنوات فقط ويتكون الفصل الدراسي من 15 أسبوع تقريبا بيبدأ الفصل الدراسي الأول بشهر 9 وبينتهي بشهر 1 أما الفصل الدراسي الثاني فبيبدأ بشهر 2 وبينتهي بشهر 6 من نفس العام عندنا طب البشري بمرحلة البكالوريوس تكلف السنة في 7000 دولار أما الدراسات العليا فكمان بتكلف 7000 دولار سنوية طب الأسنان 6000 دولار للبكالوريوس و 6000 للدراسات العليا الهندسات بشكل عام 6000 دولار للبكالوريوس و 6500 دولار للدراسات العليا أما بالصيدة لقصة السنوية للبكالوريوس هو 6000 وقصة الدراسات العليا 6500 دولار العلاج الطبيعي 5000 دولار بكالوريوس و 500 دراسات العليا طب البيطري 5000 دولار بكالوريوس و 6000 دولار للدراسات العليا والزراعة والتمريض واختصاصات كلية العلوم بشكل عام إلى نفس السعر دراسة البكالوريوس اللي هي 4.000 أما للدراسات العليافية الماجستير والطب فهي 5000 دولار سنوية وبالنسبة طلاب الأجانب في عندهم رسم قيد تدفع مرة واحدة حوالي 1500 دولار وهذا بغض النظر عن المعهد أو الكلية اللي عم يدرسها الطالب وهلأ ننتقل لشروط التسجيل والمعدلات المطلوبة من قبل الجامعة عندنا لدراسة الهندسة بالنسبة طلاب الوافدين تطلب الجامعة معدل 65% معدل شهادة سنوية وبالنسبة دراسة الطب فبتطلب 75% كحد أدنى للدخول الكلية الطب الفم والأسنام حوالي 70% هندسة الحاسبات والمعلومات تطلب حوالي 65% وعن الصيدلة معدل المطلوب هو 70% الزراعة 65% وكلية العلوم بشكل عام 55% بيبقى عندنا الاقتصاد والعلوم السياسية بتطلب فيها معدل عالي شوي 75% كلية الإعلام 70% أما الطب البيطري فبيحتاج الطالب لمعدل 65% شرط للدخول وبقية الكليات التي لا ذكرناها غالباً تطلب الجامعة معدل الأدنى وهو 50% شرط للدخول ويتم إصدار مفاضلة سنوية بتحدد المعدلات المطلوبة بالجامعة كل سنة بتختلف هذه المفاضلة من سنة إلى سنة تانية وهلأ ننتقل للوراق المطلوبة للتشجيل عندنا أول شيء صورة عن جواز السفر اثنين صورة الشهادة السنوية ثلاثة صورة شهادة الميلاد وأربعة صورة شخصية رسمية عند التشجيل وحصول على القبول من الجامعة بتم إكمال إجراءات التشجيل بيحتاج الطالب اخطاب موافقة من سفارة بلده اللي موجودة غالباً بالعاصمة القاهرة بتوفر الجامعة سكن مبعيد عن الحرم الجامع في ميزات عديدة بالنسبة للطلاب بيوفر إلهم السكن مكان آمن ومريح بأسعار مناسبة بتوفر كل المرافق اللي بيحتاجها الطالب بالسكن الجامع من مطاعم مقاصف الخلفيات وأسعار التشجيل بالسكن هي أسعار رمزية ولكن موضوع الحصول على غرفة بالسكن بجوز يكون صعب شوي بسبب وجود عدد كبير من الطلاب وعدد محدود من الأماكن الشاغرة بالنسبة لموعيد التقديم فهي مرتين بالسنة مرة بتكون بشهر ستة ومرة بتكون بشهر اتناعش اللي هي حالياً مفتح باب التشجيل عليها والطلاب بلشوا يسجلوا فإذا حابب تسجل لازم تستعجل عشان تلحق عمقاد إليك اللي حابب يدرس بجامعة السيوت أو بأي جامعة تانية مصرية حكومية أو خاصة يتواصل معنا على الرقم موجود بصندوق الوصف ولو عندك أي سؤال أو استفسار كمان لا تتردد منه تتواصل معي رقمي بتلاقيه موجود بالوصف كان معكم مهندس غيس من خوارزمي الأكاديمي للدراسة بالخارج بالتوفيق إن شاء الله سلام اشتركوا في القناة شكرا